قام الرئيس سيسي والحضور بالوقوف تحية لأعلام الدول العربية الشقيقة التي شاركت مصر حربها عام 1973 وشهد رئيس سيسي استعراض مجموعة من المعدات التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 والتي أثبت فيها الجندي المصري موقفه البطولية في استخدام أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته وشارك الفريق من الألعاب الجوية المصرية النجوم الفضية احتفال اليوم بتخريج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية عشرين ثلاثة وعشرين تزامنا مع ذكر انتصارات أكتوبر حيث قدمت الطائرات مجموعة من المناورات الجوية